قال مسؤول بالبنتاجون إن القوات الأميركية المتواجدة في العراق دخلت حالة الإنذر القصوى المسؤول بيّن أن قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل دخلت حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد عملية كبرى في ضحية بيروت الجنوبية والتي تحدثت أنباء عن استهداف أمين عامل حزب اللبناني فيها وتضاربت الأنباء عن نصير أمين عامل فصيل اللبناني حيث أكدت مصادر مقربة منه بأنه على قيد الحياة لكن ما حصل في الضاحية هو الأعنف منذ بداية المواجهات